طيب هناك دول كثيرة بتطالب وقف هذا التصعيد فورا وعمل هدنة إنسانية وإدخال المشاعدات برأي حضرتك من صاحب اليد الطولة لوقف هذه الحرب شوف يعني صاحب اليد الطولة لوقف هذه الحرب قولا وحدا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الدول كثيرا ما تتحدث عن مسألة إيقاف هذه الحرب لكن يتوقف الأمر عند قدرة هذه الدول في التأثير على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أوراقة ضغط نفسها ورقة الضغط نفسها اللي أنت تستطيع أن تستخدمها في مثل هذا الموقف معلوم أن إسرائيل أتت إلى هذه الحرب مؤيدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومؤيدة من دول العالم الغربي وفجاجة دول العالم الغربي في المساعدات وصلت إلى حد أن يأتي رئيس وزراء بريطانيا في طائرة وينزل من المكان الخاص بالمعدات العسكرية والمساعدات العسكرية مش مكان نزول الطبيعي لأي مسؤول يأتي من الخارج وبعد ذلك يأتي إلى العالم العربي وأنا متصور أن موقف العالم العربي والإسلامي بالذات لم يرتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل بمعنى أن ما زالت مقدراتهم وما زالت إمكانياتهم وما زالت القوة الخاصة بهم لم يستخدموها حتى هذا الطريق إلا من كلمات وربما كلمات بعضهم كانت كلمات غطرش أو كلمات كثير جدا من المسؤولين الدوليين أقوى من كلمات كثير جدا من القادة العرب والمسلمين وأنا متصور أن دي نقطة الضعف الكبيرة والخطيرة في مثل هذا الصراع موسيقى 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 موسيقى